بعد أكثر من عقدين عن دخولهما معترك الانتخابات الرئاسية جبهة القوى الاشتراكية وحركة مجتمع السلم في خطوة مفاجئة يقرران المشاركة في الرئاسيات وبمرشحيها فالأففاس وبعد آخر مشاركة لها عبر مؤسسها الراحل حسين ايتحمد قررت قطع طريق المقاطعة فيما تشير كل القراءات إلى تسكية يوسف أوشيش حامل لواء التجديد داخل أقدام حزب معارض ليكون فارس الأففاس إذا دخل الأففاس لهذه الانتخابات سوف يحاول الدفاع وبصفة صادقة وبصفة قوية عن مبادئه وعن هويته السياسية كما سوف يحاول كسب الجزائريات والجزائريين في هذه المعركة المفصلية بدورها وبعدان جربت خياري المساندة والمقاطعة حركة مجتمع السلم تعود إلى صندوق الرئاسيات بمرشحها منهية بذلك قرابة ثلاثة عقود من الغياب بعد أن كان مؤسسها الشيخ الراحل محفوظ نحناح آخر فرسانها ليخلفه حساني في اختبار للحركة التي ستسعى لاحتواء قاعدة الطيار الإسلامي الناخبة وهنا يكون جزء من التحدي أو التحدي كله في دل انطفاء وهجي هذا الطيار هي عودة إلى الأصل حسب مناضل الأففاس وحمص بالنظر إلى تاريخهما السياسي فيما يرى مراقبون أن خيار المقاطعة لم يجلب لهما إلا الخسائر السياسية وتركهما في خلفية المشهد لعقود ترجمة نانسي قنقر